السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان عاجل وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية نتيجة امتحانات الترمي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون درجات لأن كل ترمي بيمثل 50% من الدرجة النهائية ولن تكون اكتياز أو عدم اكتياز كما اكتهد البعض ده أول تصريح يبا نتيجتك يا جماعة سواء أول سنوي أو تانية سنوي تأديرات لدرجات طيب ايه التصريح الثاني الجزء المقالي والجزء الإلكتروني لأي مادة امتحان واحد وبالتالي هتتقلف عن جزء المقالي يبقى ده غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راصب في المادة على الطالب تأديت الاثنين مع بعض امتحان إلكتروني وامتحان مقالي وخلي بالك من الكلام ده لأنه مهم طيب ايه تاني ولاية المفاهيم لأولى والثانية سنوي واكتيب بالمفاهيم لثالثة سنوي هيتم طبعتهم ويتم تسليمهم مع بدء الامتحان ويسلم الطالب سنوي أوراك تاني مع انتهاء الامتحان ما يقدرش ياخدها ويمشي وتتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل مادة لطلاب ثالثة سنوي إلكترونية اللي طلع عليها قبل نهاية شهر مايو سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد وطلاب ثالثة سنوة إلكترونيا دي بشرة حلوة قبل نهاية شهر مايو الحال ولا يجوز للطالب أرحال سنوات كل اللي جان بأوراق بيضة لاستخدامها كمسودات ولقد تم توفير كل اللي يحتاجه من وضع الامتحان وتمنى لكم التوفيق ونجاح دي رسالة من وزير التربية والتعليم على صفحاته الشخصية وبكده الوزير قال حاجات كتير كان كله بيشتكي منها زي كتاب المفاهيم هنشوفه إمتى يبقى ثالثة سنوة هنشوفه قبل نخلش الامتحان وبالنسبة لطلاب أولى وتنسانه هتبقى لامتحانة درجات مش تأديرات فأتمنى لكون رسالة وسط وتمنى للجامعة توفيق والنجاح إن شاء الله في أمان الله